في محاولة لحل أزمة المياه في الوطن العربي عقد اليوم مؤتمر صحفي بحضور وزراء المياه والزراعة والطاقة والبيئة بالدول العربية تحت شعار معا نحو مستقبل مائي عربي آمن ولا شك أن اختيار موضوع المنتدى ليكون معا نحو مستقبل مائي عربي آمن يؤكد على أهمية أو الأهمية الخاصة والممتزايدة للمياه في المنطقة العربية التي تتسم بندرة شديدة الأمر الذي يضع المنطقة العربية أمام تحديات كثيرة مقارنة بباقي أصحاب العالم الحقيقة أن المجلس العربي للمياه بينزم كل ثلاث سنوات المنتدى العربي للمياه ده بغرض أن نتبادل ونتشاور مع الدول العربية الأشقاء في موضوعات تخص المياه من ناحية المشاكل التي تجابها المنطقة العربية والحلول وهناك دراسات وتجارب ناجحة في عدة دول في موضوعات مختلفة فبقى فرصة الحقيقة نحن نجتمع كل ثلاث سنوات نتشاور في هذه الحالات المنتدى هو الحقيقة في دورته الثالثة يلقي الضوء على التحديات في مجال المياه التي تواجه الدول العربية ويضع بعض الحلول المستقبلية لها والدراسات التي تحتاجها الدول العربية لتحسين إدارة المياه والتقليل من الأثار تناقص المياه في الدول العربية